بعض المفاهيم بتبقى محتاجة توضيح بمعنى أحياناً مثلاً هو حاجة المنظمة في العداد إنه هو بيحسب الاستهلاك وبيخصم الاستهلاك دوت يعني تباعاً وممكن أي مشترك بيتابع القصة ديت قدامه على الشاشة في نهاية إقفاضة المحاسبة في نهاية الشهر يعني بيخصم مقابل خدمة العمل حسب الشريحة اللي وصلها ده أول حاجة تاني حاجة لو هو تعدى الألف كيلو يعني فيه فرق فيه قيمة الاستهلاك بتوصل حوالي تقريباً حوالي 450 جنيه تقريباً القيمة ديت ما بتخصمش مرة واحدة مع بداية الفترة الجديدة يعني مع نهاية الشهر مع أول يوم شهر الجديد بيبدأ العداد يصفر نفسه بقى يبدأ الحساب من أوله جديد طيب لو تخطى هو الألف في الفترة القبل كده مصير اللي 450 جنيه أو الفرق ده إيه؟ هو بيبقى العداد مستني لمح لما الإنسان أو المشترك ده يشحن يبدأ ياخد منه المبلغ ده وبالتالي ما بيخصموش مرة واحدة مع الشحن الجديد وبالتالي ممكن وارد جداً بياخد منه نسبة قدية دكتور؟ بياخد أما أقول لحدك هي بتبقى الفرق ما بين لو خطى لو ألف أو أكثر من ألف مقابل الخدمة مع دي معناية الشهر دي بتتخصم أوتوماتيك على طول مباشرةً دي قيمتها دي دي بتفرق يعني بتبدأ من أول جنيه وبتوصل لغاية حوالي 35 جنيه دية الهية دية التدرج بتاعها ودية بتتخصم مع آخر الشهر مليهاش دعوا بالشحن خالص فيه ساعات ناس بيبقى القيمة اللي موجودة في العداد مثلاً متبقي 20 جنيه أو 30 جنيه والفاجئة أنه هو تخصمت مرة واحدة ده بتبقى في آخر الشهر ده بيبقى المقابل الخدم إنما غير كده لو فيه أي شكوى إحنا عندنا الآلات الشكوى كتير جداً أشهرهم اللي هو الخط الساخن 121 ده على مدارة 24 ساعة سواء متوفر المحمول أو الأرضي أي شكوى من أي نوع سواء عطال فنية شكوى من الفوتية شكوى من العدادات سؤال عن خدمات يعني بيبلغ عنها والفرع اللي هو اللي تابع دي طبعاً الشركة اللي قائمة بـ 121 دي شركة مستقلة برضي ووظيفاتها نية بتحول البلاغ ده للشركة المختصة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر